اما في لبنان هاشتاج سمير الخطيب تصدر تويتر بعد الحديث عن ترشيح هذه الشخصية لبنانية لرئاسة الحكومة وذلك على خلفية استقالة سعد الحريري لكنه اعلن انسحابه الاحد بعدما عز هذا الانسحاب الى ان مفتي الجمهورية اللبنانية ابلغه بدعم ترشح سعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة مراد قال على تويتر انسحب سمير الخطيب عشية الاستشارات خلت الساحة لسعد الحريري الحريري سجل نقطة في مرمى عون حرر الاستشارات النيابية من آلية فرضها عون لصالح تكليفه سيكلف الحريري غدا بتشكيل الحكومة وسيشتد صراعه مع عون على التأليف بانها دخلنا بتأزم جديد عنوانه صراع سني ماروني وسيكون طويلا اما غسان فكتب يقول لا اعرف سمير الخطيب لكن الاكيد انه ليس رجل المرحلة الصعبة التي يعيشها لبنان البلد في انهيار والمعالجات تؤكد ان لا مسؤولين على مستوى المرحلة وارفق هاشتاج لبنان ينطفض اما جهاد فكتب يقول في تغريدة متسائلا اعتذار سمير الخطيب عن ترأس الحكومة بعد زيارته المفتي هل تعقدت الازمة؟ وارفق هاشتاج سعد الحريري مصطفى قال متفاعلا مع الموضوع يقول ايضا تم طلاق الخطيب من رئاسة الحكومة في دار الافتاء والعدة ثلاثة اشهر على الاقل ليتم زواجها من الحريري ومغرد قال ايضا موجها كلامه لهيئة تنصيق الثورة في لبنان على هيئة تنصيق الثورة تسمت عدة اسماء او على الاقل اسم واحد لرئاسة الحكومة يرونها قادرة على تحقيق تطلعاتهم وتطلعات الشعب بدلا من رفض كل الاسماء التي تطرح امسكوا زمام المبادرة ولتكن محاسبتكم لمن تختارونه انتم وارفق هاشتاج سمير الخطيب